تركيا كانت في عام الستين تستورى الذهب من سوريا عن طريق الحجاج يجوا على بلاد الشام يأخذوا الذهب ويطلعوا اليوم هي عم تصدر لكل دول العالم فعليا كان لازم نحن نكون بها المرتبة نحن نكون بها المركز طب كيف ممكن يسهل عملية استيراد الذهب أنه يطور التنافسية عنه أو حتى يوصل للمنتج السوري عالميا أنا بأيد استيراد الخام المصنع يعني لسه شوية من نحكي عليه بأيد الخام أول شي الخام يستورد بسعر تكلفته ونحن نريح الصناعي فيه بالتالي واليد العاملة عندنا رخيصة وعندنا مهرة يعني اليد السورية الصاغة السوريين اليوم إذا نرى مجلس الذهب لعالمي 60% منه سوريين أهم الشركات مثل داماز صاحبه سوري وكل الصاغة اليوم إذا نتابع مؤشرات التقارير اللي بتطلع من نقابة الصاغة الجمعية للصاغة السوريين منشوف أنه أغلبهم عم يسافروا عم يقدموا طلب جوازات سفر ياخدوا فيها ويطلعوا وصلنا على صاغة ونحن نخسر هالخبرات وهالمهارات لا والدول الأخرى السفارات الأخرى عم تعطيهم التأشيرة بس لأنهم صاغة لأنهم آمنين بمهبتهم بتلاقي فوق عم ينجاح وعم يأسر الشركات ومعامل بينما نحن نخسرهم ونستفيدهم نحن هنا إذا نقول لدينا معمل للذهب كيف نشطنا السوق من حيث اليد العاملة الثانيين كيف زدنا وتسمحنا بتصديره لهذا الذهب فوتنا عملة صعبة على ميزان المدفوعات ثلاثة خلقنا صناعة جديدة وقادرين نكون فيها بمراتب أولى بالعالم وعن بسببت هذا الشيء عالمي صناعة ونلحقها بتجارة نلحقها بعملات إسترا والتصدير ونكون نحن بمرتبة أفضل لأننا احتياطيا ترتيبنا كأحتياطيا 53 بالعالم يعني قبلنا لبنان كأحتياطي ذهب وقبلنا للسعودية وقبلنا للجزائر 53 عالميا بينما أنا هذا الأحتياطي بهيك أحتياطي نسمح باستيراد الخام وبوجود مهرة وبوجود عدد لا يستهان فيه من الصاغة وبوجود يد عاملة الخيصة أتوقع أن مرتبتنا تجاريا وصناعيا ترتفع أكتر من هيك بكتير ونكون دولة مرموقة بحكم موقعنا بين القارات بيسمح لأنه عمليا إذا نرجع من زمان من هو الذي يهوى الذهب أكتر شيء هذه المنطقة تجارة الهندوستن، بلاد فارس، العراق هؤلاء يحبون كثير مثلا إيران، العراق، تركيا يحبون كثير الذهب تماما، ولكن بعض يشوف أنه إذا سمحنا باستيراد الذهب ولكن بالمقابل سنخسر قطع أجنبي مقابل هذا الذهب الذي سنستورده برايك، ليس كمان خوف مشروع أنه لا نخسر هالقطع الأجنبي مقابل دعنا نناقشه مع بعض، نحن اتفقنا أول شيء على الحالة الأولى هي الخام لغينا موضوع التصنيعي، لديك التصنيعي نضغي دعنا نقول بالخام، الخام نستورده مثلا، وليس أم الواقع ألف على الأطع هذه الأطع ترجع تنصير وتنعمل موديلات، والموديل يعطي إيمته مهرة أنت بعتها الأطعى بألف وثلاثمئة أو ألف واربعمئة، وعملت تسمح بتصديرها بالتالي بعتت ألف دولار، ورجعت تجبت بدالة ألف واربعمئة دولار، ألف وخمسمئة دولار تمام، ونشطت عالم هي قيمة الذهب زائد الربح والتشغيل وزائد الفكرة والموديل، تعرف أنت تحكي براندات، اليوم مثل الدماث الطيبة، براند هذا تماما، يأخذ فكرة ديزاين على السراء يأخذ عليها تماما، مبارا، سؤالي الأخير لحضرتك، هل فعلا تعتقد أن الأزمة المالية العالمية أثرت على سوء الدهب السوري؟ يعني نحنا كنا سمعنا أكثر من تصريح أن الأزمة ما أثرت علينا كثير بباقي القطاعات وخلينا نحطها بمعترضتين للناس التي سرحت فيها، ولكن هل فعلا أنه ما أثرت على أسوأ الدهب؟ الأزمة المالية العالمية سيولة أو أثرت، أثرت على أسوأ الدهب الأزمة المالية العالمية كسيولة، ما أثرت على سوريا أبدا، لكن كاستراض وتصدير هذا الحكي نحطها عليك، أي مجال فيه أسرة وتصدير ستأثر أثنين، يعني إحنا لازم دائما نركز وتنقسم السوء نعمله سيكمنتيشن معين، نأخذ له شرائح لهذا السوء في الشريحة التي تكون مرتاحة مادية لحتى تشتري هذا الدهب لا يمكنني أن أخذ إنسان صاحب دخل محدود، يمكن أن يغامر ويشتري دهب ويصمده لا، وخصوصي أنه هلأ تنوعت الاستثمارات، صار عنا سوء أبراق مالية، صار عنا عقارات صار عنا نواحي تانية حتى العالم تشتري فيه أنا لا أقول أن الأزمة المالية العالمية أثرت كثيراً لا، أنا أقول أن الأزمة العالمية أثرت بشكل ضئيل نفسي ومعنوي يعني تركز على العامل النفسي، ليس عامل النفسي أثنين، على العالم، إذا نقول بالشريحة اللي فوق العالمية، تأثرت من الاستراض والتصدير، اللي هي عندها عملها بالاستراض والتصدير، تأثرت هي ممكن هي اللي كانت تقتني الدهب طب، وبقية الشرائح؟ بقية الشرائح هي نفس استهلاكها، لأنه نحن عملياً الاستهلاك هو عم ينزل، مثل ما قدت لك من 2002 إلى هلأ يعني هل هو مثلاً أنه معناته ضعف القوة الشرائية هو اللي عم يؤدي بالنهاية؟ ضعف القوة الشرائية لأنه فيه نقطة كثير مهمة، الدهب عم يرتفع بالعالم، ونحن محلنا قوة الشرائية محلنا، قوة الشرائية محلنا بالقرير عم تصدر من الجامعية أنه مؤشرات الدهب بسوريا كتداول عم تتناقص من 2002، عم تنزل وما فيني أنها أجيب شماعة والأزمة العالمية هي الأدت بركود هذا السوق باختصار، لو سمحت، هذا المعنى كثير وقت، شو برأيك ممكن أن يكون هناك حلول لتحفيز السوق المحلي؟ أهم حل أنا برأيي هو السماح بتصدير الدهب وتخفيف الإجراءات للشركات مصنعة معامل تكون تصنيع الدهب سوري لأنه نملك اليد العاملة ونملك الفكر والمهارة الأوية ونملك الإمكانية ناحية أراضي ومعدات ونقطة صغيرة هو السماح للشركات بالمشاركة بالمعارض الدولي لأنه ولا شركة عندنا ممكن تشارك بمعارض الدولي إلا بإجراءات كثير صعبة طبعاً هاي إجراءات أمنية لأنه فيه تهريب بس لما نسمح نحن بأنه الخام يستورد بسعره لغينا التهريب تمام بالنهاية المحلل الاقتصادي الأستاذ مياس محمد يونس شكراً كتير لوجودك معنا اليوم شكراً تجزون المشرك شكراً كتير